هذا البرنامج برعيات حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة بموضوعية تسخر منطقة القصيم بفرص استثمارية واسعة وواعدة لا سيما وأن المنطقة تنعم بمميزات تنافسية ونسبية عديدة من بينها النمو السكاني المرتفع وبمعدل يفوق متوسط النمو السكاني في المملكة وهو ما يوفر قوة شرائية عالية جدا داعمة لنمو العديد من القطاعات وتتمتع المنطقة ببنية تحتية متطورة تساهم بتطوير نمو الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية وتتمتع أيضا القصيم بوفرة الأراضي الزراعية الشاسعة فكيف يتم استغلال هذه الميزة التنافسية؟ نحاول الليلة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم ليحدثنا عن آخر التطورات التي تشهدها المنطقة سمو الأمير أهلا بك بموضوعية وشكرا على وجودك في الليلة معنا أهلا وسهلا بكم يعني لما متحدث اليوم عن القصيم هي أصبحت واحدة من المناطق والمدن اللي عم تلعب دور كبير بالتنمية بالنسبة للمملكة ودور ريادي ليس فقط في تطويرها إنما كاقتصاد المملكة ككل إذا بدأنا بالحديث عن منطقة القصيم كيف تسير الاستراتيجية ضمن رؤية 2030؟ أولا أنا أرحب بقناة سيم بي سي عربية وأرحب الحقيقة باختياركم لمنطقة القصيم للتحدث عنها بدون أدر شك بأن يعني منطقة القصيم إحدى المناطق الثلاث عشر من مناطق المملكة العربية السعودية تميزت الحقيقة المنطقة بأولا يعني حرص واهتمام قائلة الرشيدة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان العبد العزيز حفظه الله وأخي صاحب السمولي العهد ومن قبلهم من قيادات هذه البلاد من فضل الله جل وعلا القصيم كما تعلمين الحقيقة تتميز بموقعها موقعها المتوسط في وسط المملكة موقع لوجستي المنطقة الزراعية منذ قديم الأزل أهلها الحقيقة هم يعني العنصر الناجح دائما في حقيقة العصامية وفي طلب الرزق وكان الحقيقة القصيم هي يعني وجهة للاقتصاد سواء في جلب البضائع من الدول المجاورة أو الحقيقة حتى للإبل كانت الحقيقة أكبر سوق للإبل في مدينة بريدة في منطقة القصيم فبدون أدري شك منطقة القصيم تمتاز بهذه الميزات كما ذكرت لك يعني ميزها النسبية يعني منطقة زراعية مياهها متوفرة أهلها الحقيقة يمتحنون الزراعة ويحبون العمل بكل ما تعنيه الكلمة نحن اليوم ضمن استراتيجية 20-30 شفنا إطلاق المكاتب الاستراتيجية لتطوير المناطق اليوم سمو الأمير هل القصيم بحاجة اليوم لتتحول هذه المكاتب أو المكتب الاستراتيجي اليوم لهيئة لمزيد من الإنجازات أو في مشروع الآن لهذا التحول نعم نحن حقيقة بحاجة منطقة القصيم بحاجة إلى هيئة لتطوير المنطقة بصفحة عامة وليست مدينة دون أخرى أو وجود مكتب استراتيجي يهيئ ومثل هذه الأمور تخضع إلى معايير ومقييس لدى الحيقة القيادة العليا ونحن سبق أن طلبت منذ أول يوم الحيقة باشرت كأميرة لمنطقة القصيم ونطالب الحيقة بوجود هيئة لتطوير المنطقة ربما الحيقة يقال أن هناك بنية أساسية موجودة في منطقة القصيم نعم هناك بنية أساسية ولكن الرؤية رؤية 20-30 تتطلب مزيد الحيقة من التنسيق مزيد من التطوير إذا ذكرنا بأن منطقة القصيم منطقة لوجستية متوسطة للمناطق فربما الهيئة التطوير أو المكتب الاستراتيجي سوف يخدم شكل كبير وسوف يقدم الحيقة يعني أرقام ويقدم الحيقة ميز نسبية لمنطقة القصيم مع المناطق الأخرى أنا متأكد حيقة أن القيادة الرشيدة حفظها الله تولي هذا الأمر كل الاهتمام وهناك معايير ومقاييس لمثل هذا الأمر نحن والله الحمد لدينا البنية الأساسية وبحاجة إلى يعني هيئة تطوير أو مكتب استراتيجي ليمكن أن يكمل ما هو موجود لدينا من بنية أساسية للبناء عليها الهيئات أو المكاتب الاستراتيجية ربما يكون أولوية لها لمناطق ليس فيها تطور نعم وتقوم بإيجاد البنية الأساسية لكن أنا متأكد أن هناك يعني تخصص آخر للمكاتب الاستراتيجية للبناء واستكمال ما هو موجود من البنية الأساسية لا يمنع وجود بنية أساسية في منطقه من وجود مكاتب استراتيجية لجعلها منطقة لوجستية لجعلها يعني منطقة يعني تسويق لمنتجات زراعية والدليل على هذا وجود أكثر من 11 مليون نخلة في المنطقة نعم هي المنطقة الثانية يعني أعداد نخيل بعد منطقة الرياض كمنطقة وليس كمدينة تأتي منطقة القصيم 11 مليون نخلة أو أكثر وكل سنة تزداد وربما تكون الأولى يعني خاصة يعني أن نرى كثير من يعني السفراء أو يعني السواح الأجانب يتوجهون وجهة سياحية يعني للاطلاع على مثل هذا المهرجان وهذا العام أطلق عليه اسم كرنبال كرنبال القصيم للتمور وكالحيقة يعني أعداد هائلة وأرقام ليس لها حدود دعم وهذا يعني يعني يعطينا انطلاق أنه هاي الصناعة ما هي إنجازاتها الآن كيف عم تعمل القصيم على تطويرها سمو الأمير أدي حجم التصدير الآن عم تستفيد منه القصيم بحجم هذا الإنتاج الكبير بالنسبة للتمور التصدير بشكل كبير وأنا الحيقة أحب أن الحيقة أذكر خبر وهو في غاية الأهمية العام الماضي قامت المنطقة بتصدير آلاف الأطنان من التمور إلى خارج المملكة ولم يرد أو يرجع منها ولا تمرة واحدة مطابقة للمواصفات العالمية كانوا في السابق يتمنعون عن استقبال التمور من المنطقة اللي لهم مواصفات ويعني بعض المعايير في خلوها من الشوائب أو نظافتها أو شيء من هذا بناء الحيقة على ذلك قمنا بالتركيز مع فرع وزارة البيئة والزراعة والجهات المعنية وكذلك المختبرات التي موجودة في المنطقة للتأكد من نقاء التمور ومطابقتها للمواصفات بالنسبة لما تفضلتي فيه لهذا الأمر أنت كما تعلمين بأن اليوم العالم بوضع مضطرب وهناك الحقيقة يعني ذكر وتكرار لمصطلح الأمن الغذائي صحيح الأمن الغذائي الآن بعد هذه الحروب كما ترينها سواء في شرق أوروبا أو في يعني الشرق الأوسط وغيره تعاني من الأمن الغذائي وتبحث عن كل السبل لإيجاد الأمن الغذائي حتى هي القصيم يعني فينا نقل سلة الغذاء للمملكة نعم يوم حتى الأزمات يعني لا نتحدث فقط عن كورونا يعني سمو الأمير حتى أزمة روسيا وأوكرانيا يمكن خلقت اليوم تحدي كثير وهذا الذي أنت ذكرت الشيء الحقيقة ما ذكرته الأزمة التي بين أوكرانيا وبين روسيا هي التي جعلت هناك مطلب يعني كبير على الأمن الغذائي يعني أريد أن يعني أذكر معلومة عندما جاء الحظر في جائحة كورونا نعم وهذا دليل الحقيقة أنا دائما أكرر جائحة كورونا لأنها يعني كانت امتحان قوي للدول وكيف أنها تظهر يعني مدى قوة الاقتصاد أو قوة يعني مثل ما يسمونه غرفة الأزمة أو يعني غرفة العمليات لإدارة الأزمات والطوارئ توقفت من المناطق الأخرى امدادات مشروع الوطنية للدواج وللحيقة المنتجات الغذائية والمشروع الوطنية من أكبر المشاريع لدينا لشيخ سليمان الراجحي فبعد ثلاثة أيام من إيقاف الحظر ولم تتحرك السيارات اتصرت بنا بعض المناطق المجاورة وقالوا نحن توقفنا عن الحيقة يعني التسويق لكثير من المنتجات اتركوا السيارات خلوها تمشي يعني أنقذونا فكلفت لكليا من المسؤولين لدينا في الأمارة مع مدير الزراعة وأصبحنا نضع برنامج لمسير الشاحنات من المنطقة إلى المناطق الأخرى والدليل بأن المنطقة تعتبر سلة غذاء المملكة فعلا يعني كانت بعض المناطق المجاورة بحاجة كبيرة إلى يعني هذه المنتجات من الشركات الكبرى الشركات الزراعية طيب ننتقل للجانب التطور اللي عم بيحصل الآن يعني من يدخل يمكن على القصيم وأنا بزيارتي يعني الوصول إلى الفندق شفت النهضة نوعا ما اللي بدأت فيها القصيم وتحديدا بالجانب السكاني اليوم اليوم إيش فرص لاستثمار العقاري تحديدا سمو الأمير لأنه العقاريين أكيد مهتمين بعملية التطوير بشكل كبير والجانب العقاري هو مهم لأغلب المستثمرين اليوم كيف عم تطرحوا الفرص العقارية والله الحقيقة حنى قلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة للجميع وأنا ربما لي الحقيقة يعني مناشدات وتصريحات يعني للدعوة للاستثمار ويعني فتح قلوبنا الاستثمار بكل ما تعنيه الكلمة كل ما يمكن أن نقدمه في يعني أمارة المنطقة أو الأمانة والبلديات نحن جاهزون أنت تعرفين المنطقة هي المنطقة المساندة للعاصمة الرياض والرياض الآن ذكرت هذا الكلام في إحدى الملتقيات الآن تكتظ بمشاريع عظيمة وفيها الحقيقة هي مشاريع عملاقة وكبيرة هذه المشاريع بدون أدنى شك بأنها سوف تؤثر على من يسكنون في الرياض كذلك الأسعار أسعار العقار وارتفاعه لدينا الحقيقة في منطقة القصيم الأسعار مناسبة وقربها من منطقة الرياض ومدينة الرياض والدليل على ذلك يعني الهايوي الموجود والله الحمد يعني من الرياض إلى المنطقة وأطلق عليه مؤخرا من القيادة الرشيدة مسمى طريق الملك فهد يصل للقصيم القطار شركة سار تصل يعني بساعتين وقليل من الوقت المطار مطار الأمير نايف الدولي فيه أكثر من 15 شركة طيران كل الوسائل موجودة فلذلك أنا أتوقع بأن أصبح من يبحث عن يعني الاستثمار في العقار أو السكن منطقة القصيم هي المنطقة البديلة والمجاورة للرياض كثير من يعني الذين يعملون في منطقة الرياض ربما يسكنون في منطقة القصيم وربما يأتون يقضون الويكند في القصيم ويعودوا للرياض مرة ثانية الازدحام المروري الضغط السكاني الضوضاء في المدن الكبيرة العواصم وليست الرياض الوحدة الحقيقة في جميع العواصم كلها يبحثون عن الريف فنحن الآن نركز على هذا الجانب ونرحب بمشاريع العقارية والمخططات ورجال الأعمال الذين يستثمرون في العقار لأن المنطقة منطقة بكر ومنطقة تخلوم من التلوث تخلوم من الحقيقة يعني الازدحام الدول العالم كلها أصبحت تتوجه للأرياف ولذلك نحن أطلقنا الحقيقة يعني مشروع السياحة الريفية والسياحة الريفية كان في الصيف متميز على أعلى مستوى هناك الحقيقة الكثير من لديهم مزارع قديمة أصبحوا يضعون فيها يعني المقاهي أو المطاعم وكثير من الأسر وكثير من المتنزهين من المناطق المجاورة بدأوا يتوجهوا لها وهذه الحقيقة إحدى يعني العناصر المهمة في المنطقة أو الميز النسبية وجود السياحة الريفية لأن وجود مزارع على سبيل المثال الصيف الماضي هذا أنا أراهن بأن الجميع من سافر في إجازات واجه الحر الشديد في كل مدينة في العالم وكل منطقة في العالم فالمواطن في يوم من الأيام يقول أنا مدامني أنا بروح البلد ولا بد أني أشغل مكيف خليني أبقى في بلدي وأجد وجهة سياحية فنحن الآن نجهز إلى يعني السياحة الريفية ونجهز إلى الحقيقة يعني أن يكون للمواطن بديل سياحي في بلده الأمن ولله الحمد هو المرتكز الأساسي يعني الراحة النفسية والإجازة وغيرها هو موجود ومستتب ولله الحمد وهذا من أكبر النعم على هذه البلاد الجانب الآخر ولله الحمد وجود بنية أساسية ورجال أعمال بإمكانهم الأمر الآخر انفتاح المملكة على العالم نحن يعني منذ سنتين أو ثلاث سنوات بتوجيهات من قيادة رشيدة انفتحت المملكة على العالم وبدأ يأتي الحقيقة جميع السواح من دول العالم أوروبا وأمريكا وكل من يسبع بالمملكة ويريد أن الحقيقة يأتي للسياحة المملكة يعني ترحب حتى من يتوجه للعمرة هناك الآن يعني تنظيم جديد بالإمكانك أنك تعتمر أو تحج وتذهب للسياحة وهذه نعمة مني عام الله جل وعلا سمو الأميرة دكتور فيصل بن مشعل بن عبد العزيز أهل سعود أمير منطقة القصيم أرجو أن تبقى معنا سنتحدث بعض الفاصل المشاهدين عن أهم القوانين والتشريعات لجب الاستثمارات والقطاع الخاص إلى المنطقة هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية أحييكم من جديد مشاهدين حوارنا الليلة مع صاحب سمو الملكي الأمير دكتور فيصل بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم أحييكم من جديد أهلا وسهلا كنا نحكي قبل الفاصل على موضوع الاستثمار القصيم يعني كما ذكرنا هي الأكبر تداول لنسبة العقار حاليا لكن كيف عم تعملوا على جذب الرجال للأعمال والمستثمرين يعني القوانين والتشريعات اليوم إذا ما قررناها بمدن أخرى هل هي جاذبة فعلا لمستويات العقار اللي أنتم الطلبين نظم رؤية 20-30 صحيح الحقيقة يعني أريد أن أعود إلى كلمة سبقا قلتها في أكثر من اللقاء أو في حضور أنا دائما أكرر مصطلح أن الروتين أو البيروقراطية هي عدو التنمية صحيح ولا في أحد ممكن كما يقال باللغة الإنجليزية لا في أحد كامل الكمال يوجد الله جل وعلا لكن الحقيقة الشيء الذي أريد أن أطمئنك وطمئن كل من يراني الآن بأن نحن نعمل كإدارة محلية في منطقة القصيم أمارة المنطقة أمانة المنطقة مع الجهات الأخرى بأن نحن نسهل بشكل كبير للمستثمرين أنا حقيقة سبقا ذكرت هناك كثير من رجال الأعمال من أبناء المنطقة ولديهم استثمارات ليس فقط في مناطق المملكة يعني في المدن الكبيرة أو في دول الخليج أو الدول الأخرى وإنما الحقيقة لهم استثمارات خارج المملكة وأنا أقول دائماً أن الوطن أولى بأبنائه بأنهم يستثمرون فيه نحن نبدل جهود كبيرة سألتيني عن العقار العقار الآن في الآونة الأخيرة أصبحنا يعني نحاول أن نغير وثائق السكوك من أراضي زراعية إلى سكنية وهذه لها تنظيم وتنظيمها لدى الجهات المعنية وأن وزارات سواء وزارة الشؤون البلدية والإزقان أو وزارة العدل أو غيرها وهذه تأخذ وقت على الحقيقة يعني تغييرها في هذا المجال فتخيلي في يوم من الأيام كانت المناطق كلها زراعية الآن سوف تصبح سكنية هذا دليل بأن هناك توسع عظيم توسع لا حدود له هذه الأمر ليس بأيدينا وإنما بأيدي جهات عليا ونحن نبدل جهود فترة الماضية كان الحقيقة يعني بعض اللقاءات مع الزملاء من رجال الأعمال وناديت بأنه يعني نحن نرحب الاستثمار والاستثمار لدينا ضعيف الحقيقة من بعض رجال الأعمال واعتذر بعضهم بأن هناك بعض الحقيقة للإجراءات الإدارية تعرقل وجودهم قمنا الحقيقة بزيارة أمانة المنطقة والاجتماع بأمين المنطقة والمعنيين في أمانة المنطقة وشكلت فريق عمل بأنه يتواصل مع رجال الأعمال ومع أمانة المنطقة أو الجهات الأخرى لتسهيل الإجراءات كل من حقيقة يجد صعوبة من رجال الأعمال ويعني هناك إجراءات إدارية أو روتين أو بيروقراطية تعرق لاستثمارهم هذا الفريق سوف يعمل وأنا أولهم مكتبنا وقلوبنا مفتوحة للجميع لتسهيل إجراءات الاستثمار لرجال الأعمال سواء في العقار أو في غير العقار بدأتوا بتلقي الطلبات؟ نعم بدأتوا؟ نعم نعم بدأنا بتلقي الطلبات والفريق يعمل ليلة ونهارة لتسهيل جميع الإجراءات ولدينا إن شاء الله تعالى ملتقى قريب بإذن الله تعالى لعرض فرص الاستثمار وتشجيع المستثمرين ليأتوا للمنطقة أريد أن أقول كلمة وهي في غاية الأهمية ليس من العدل بأن رجل الأعمال أو المستثمر يحمل الإدارة المحلية سواء مارة المنطقة أو غيرها كثير من المسؤوليات وهناك مرجعيات في الوزارات المعنية بس هم تتواصلوا أنتم مع الجهات الأخرى؟ باليوم وليس الحقيقة بالأسبوع سمو الأمير اليوم نحن أمام أيضا منظومة مهمة جدا بالنسبة لقطاع التعدين تركز عليها رؤية المملكة 2030 القصيم معروفة اليوم بمعدن البوكسايت أدعم تستغلوا الميزة التنافسية لتطوير هذا القطاع وأيضا عملية استفادة كمردود من هذا القطاع للمنطقة؟ نعم نحن لدينا الحقيقة منجمين في منطقة القصيم الأول منجم البعيثة قرب مركز قبه في شمال شرق المنطقة وأبشر كأن حتى من يعملون فيه هم من الأهالي القريبين من المنجم ولهم الحقيقة يولون العناية من الحقيقة الدولة حفظها الله ويشرف عليها وزارة الصناعة وهناك الحقيقة جهود كبيرة المنجم الآخر وهو منجم الصخيبرات والحقيقة يساهم كذلك في مثل هذا الجانب ويوظف كذلك ويخلق فرص عمل للمناطق المجاورة هذه الحقيقة المناجم لها دور كبير ونفتخر في منطقة القصيم بوجود هذه المناجم لدينا والتي سوف تساهم إن شاء الله في اقتصاد الوطني وإيجاد الحقيقة فرص العمل للشباب فنحن الحقيقة فخورين بمثل هذه المناجم والتي ولها الحمد تساهم بشكل كبير في اقتصاد الوطن وصناعة البوكسايت وما يترتب عليها من صناعة أخرى نعم اليوم عملية التحويل اللي شفناها لمطار الأمير نايف سمو الأمير لمطار دولي نعم أدي عم تخدم اليوم هذه التوجهات أدي في حجم توسعة أيضا مرصودة لهذا التوسع الدولي لديكم بإذن الله تعالى الصالة التي الآن تعمل سوف تنتهي خلال شهرين وسوف تكون جاهزة إن شاء الله تعالى وسوف يجد المسافر إن شاء الله هناك وهي الحقيقة صالة مؤقتة وليست المطار نعم هذه الصالة الآن التي نقوم بحقيقة يعني استكمال إن شاءها هي صالة مؤقتة وبإذن الله تعالى المطار الأساسي الآن في مراحل التصميم وهذه الحقيقة هي يعني مرحلة مؤقتة للتوسع على المطار والتهيئة للمسافرين القطاع الطبي والمستشفيات أيضا عم تاخد جانب مهم جدا يعني ضمن المدينة الطبية سمو الأمير اليوم كيف شكل الاستثمار اللي عم بيصير بالقطاع الطبي لديكم الحقيقة يعني المستشفيات أو الحقيقة يعني الخدمات الطبية في المنطقة أنا أؤكد لك بأنها ولها الحمد خدمات متكاملة نعم ويوجد الحقيقة هناك تخصصات لا توجد يعني حتى في مناطق أخرى لدينا تخصصات في القلب لدينا تخصصات في القلا تخصصات في يعني العكم تخصصات في كثير من الحقيقة يعني الجوانب الطبية هناك تحويلات تأتي من مناطق أخرى إلى المنطقة ومستشفياتها القطاع الخاص الحقيقة لدينا هناك يعني بعض المستشفيات والشركات تقيم مستشفيات نحن الآن نفكر بكما يقال خارج الصندوق خارج الصندوق وهو السياحة العلاجية نعم لدينا الآن يعني مشروع هو السياحة العلاجية في أنه يكون هناك عملية يعني إنشاء لمستشفيات أو منتجعات للسياحة العلاجية يمكن ضمن المشاكل اللي سمعت وأنا عم بعمل البحث سمه الأمير أنه بعض الرجال الأعمال يمكن عم بيواجهوا أيضا مشكلة الأراضي أو حتى الموقع بالنسبة لإتمام المشاريع الطبية نعم هل عم بيكون في حل هاي المواقع؟ هذا الأمر الحقيقة ليس سرًا وسبق الحقيقة هنكتبنا عنه نعم يعني الجهات العليا وأكدنا بأن تعطيل الحقيقة كثير من المشاريع في هذا الجانب ليس في المصلحة نعم الكرة الآن في مرمى الوزارات المعنية بس إيش مشاكل الأراضي؟ القصيم شاسع اليوم لماذا لا تتوفر المواقع؟ المشكلة عامة وليست على منطقة القصيم نعم المشكلة على عموم المملكة الأراضي الزراعية تحويلها من زراعية إلى سكنية أصبح له الآن أنظمة يعني تخضع لدراسات معينة ولها الحقيقة يعني مرجعيات تقوم بدراستها فهذا الحقيقة هو الذي يعطل هذا العمل طيب هل هذا رح يواجه المشروع السياحي الريفي برأيك نفس المشاكل بما أنه في هذا الطموح لتوسيع السياحة الريفية اليوم؟ لا أتوقع السياحة الريفية والله الحمد يعني ليس لديها معوقات لأنه هو الأساس المعوق في الأراضي أنها ملكيتها زراعية وعندما يقام عليها مثل هذه المشاريع ليس هناك مشاكل المشاكل على السكني أو إنشاء المستشفيات الصحية سمو الأمير ما هي الرسالة أو الكلمة الممكن أن نوجهها للقطاع الخاص اليوم ضمن عملية تطوير منطقة القصيم وحتى لي أبناء المنطقة؟ حقيقة يعني أنا فخري واعتزازي بأهالي المنطقة لا حدود له يعني المواطن في هذه المنطقة مواطن عصامي يبحث عن الحقيقة كل ما يخدم وطنه الولاء منقطع النظير العصامية بكل ما تعنيه الكلمة لكن الحقيقة الشيء الذي أريده أن أقوله نريد من رجال الأعمال أنا أنادي وأناشد رجال الأعمال والذين هم أكثرهم في المملكة العربية السعودية من منطقة القصيم بأن يعني يساهم في إيجاد الاستثمار في منطقة القصيم ربما كلمة يعني في غاية الأهمية الاستثمار حقيقة ليس لمجرد الاستثمار بأني أنا أبذل في مجال معين ويعني يكون لي مردود مالي أنت تستثمر لكي كذلك تخلق فرص وظيفية للشباب يعني الدولة لديها خطط بعيدة المدى لإيجاد فرص العمل أنا لا يمكنني أوجد فرص العمل وأنا لم أسهل الاستثمار صاحب السمو الملكي الأمير دكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم شكرا على وجودك الليلة معنا بموضوعية الله يسلمك ويبارك فيك وأنا الحيقة شاكل لكم وزيارتكم وCMBC عربية دائما ما شاء الله قناة تلفزيونية اقتصادية متألقة شكرا الله يسلمك كان هذا لقاؤنا بموضوعية من منطقة القصيم لهذا الأسبوع لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل وملف جديد من المملكة العربية السعودية دمتم بألف خير هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة